اشتركوا في القناة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المبدوء عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الحتاب والذي ينزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على المر وسفر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل للنهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونحيل وزرع ونخيل من صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأقل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفاروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العطاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنتم منذروا ولكل قوم هار الله يعلم ما تحمل كل أنفى وما تغيظ الأرحام وما تزار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارف بالنهار لهم عقمات من بين يديه ومن خلفه يحفظ له من أمر الله إن الله لا يغيرها بقوم حتى يغيروها بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من موال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشع السحابة اتقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحام الله الحمد لله رحب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المبضوب عليهم ولا الضالين له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباص بكفيه إلى الماء وما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغذور والآصان الله قل من رب السماوات ولغض قل الله قل أبد تقدم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر قل هل يستوي الأعمى واللصير أم هل تستوي الظلمات والأمر أم جعلوا لله شركاء أقلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد الضهاب أن منزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيد زبدا رابيا وهمما يوقدون عليه في النار بطراء حلية أو متاع زبد مثه كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومثل مهاد الله عزيز الزباطل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المحضوب عليهم ولا الضالين أفمن يعلم أن ما منزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكروا ذو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقذون الميتاق والذين يسلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجي ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرمون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عليهم يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقذون عهد الله من بعد ميثاقه ويخطعون ما أمر الله به أن يوصل ويصدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقلب وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من رب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتضمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تضمئن القلوب الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الربض عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآل كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبرها الله مولدته وعليه الذي أرحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكله وإليه مثاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا بل لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استرزع برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء فرسموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكروم وصدوا عن السبيل ومن يذهل الله فما له من هلاله لهم عذاب في الحياة الدنيا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقه وما لهم من الله من واقه اللهم عذاب سنع الله من حمد اللهم عذاب اللهم عذاب اللهم عذاب اللهم عذاب الراحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمانت عليهم غير الوظوب عليهم ولا الضالمين مَثَلُ جَنَّةِ الَّتِي بُعِدَى الْمُتَّقُونَ تَجْرِ مُنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلَّ عُقَبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقَبَ الْكَافِرِينَ الْأَنْهَارِ والذين آتيناهم الكتاب يقرحون بما انزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناهم أكما عرميا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبله وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ينحو الله ما يشاء ويثبت وإن عنده أهم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أونث وفينك فإنما عليك البلاه وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأتي الأرض من قصوى من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الإساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كبروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بيني وشهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يولدين إياك نعبد وإياك نستعيم إهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير الرضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف أمنع كتابنا انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله وينغونها عوجا أولئك في ظنال بعيد وما أرسلنا من رسول الله بحسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أنخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صباب شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وبذلك بلاء من ربكم عظيم اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستحين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدا لكم ولئن كفرتوا إن عذابي لشديد وقال مرسى إن تكفروا وقال مرسى إن تكفروا أنتم ومن في لرد جميعا فإن الله لغني حميد ألم ياتكم نبع الذين من قبلكم ألم ياتكم نبع الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما مرسلتم به وإنا لك شك مما تلعوننا إليه مريد قالت رسله أفي الله شك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجب مسمى قالوا إن أنتم إلا بشغفتنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم القين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعن عليهم غير الوقتوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهديكم نارا وقوذوا الناس والحجارة عليها بلائكة العباظ من شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا فأتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم فأعملون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعن عليهم غير الوقتوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد هاتعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وإياك الله 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 الحمد لله رب العالمين آمين 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 سمع الله وَلَا يَذِلُّ مَنْ وَعَلَيْهِ فَبَارِكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالِهِ اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا واغفر لمشايخنا واغفر لمن علَّمنا يا أرحم الراحيلين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قبل الموت توبة توبة نصوحا لا نزيغ بعدها يا أرحم الراحيلين اللهم اغزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا أرحم الراحيلين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة عمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم طاهرة الأعين وماتوا في الصدور اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اصر الإسلام والمسلمين وأذلنا الشرك والمشركين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا وأغفر لنا وارحمنا واشر علينا يا أرحم الراحيلين وصل اللهم وسلم على الذين مصطفى الأبي اللهم اصر الإسلام والمسلمين اللهم اصر الإسلام والمسلمين اللهم اصدقل